بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم تقدم في الآيات السابقة ذكر حال الكفار وتقدم بيان عقوبتهم وفي هذه الآيات يبين التوحيد والأدلة الدالة على وحدانية الله تبارك وتعالى فأن دعب القرآن الكريم هو التأكيد على التوحيد وعلى صفات الله تبارك وتعالى وذلك لأهمية أمر التوحيد وابتناء كل الدين عليه فيقول تعالى وإلهكم إله واحد إلهكم أيها الناس الذي يلزم عليكم أن تعبدوه إله واحد لا شريك له وأما الأصنام والشياطين والهوى وما أشبه ذلك فهي آلهة باطلة لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وهو الموصوف بالرحمن الرحيم لا كما يصوره بعض الكتب السماوية من أنه إله انتقام وغضب وعذاب لا بل هو الرحمن الرحيم وحيث إن الله تبارك وتعالى خلقكم برحمته وأنعم عليكم بفضله فيلزم عليكم عبادته وطاعته وفي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين الله لا إله إلا هو الحي القيوم وإلهكم إله واحد وفي الحديث عن الإمام الكاظم عليه السلام إن الله تبارك وتعالى أكمل للناس الحججة بالعقول ونصر النبيين بالبيان ودلهم على ربوبيته بالأدلة فقال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون إن لله تبارك وتعالى آيات كثيرة هذه الآيات تأمر الناس بإعمال العاقل الذي يشاهد بالبداها آيات الله العظيمة في الكون ويشاهد ما فيها من الحكمة والتدبير والرحمة والعلم وغيرها كل ذلك يدل على وحدانية الله تبارك وتعالى فهذه الأمور العظيمة لا يمكن صدورها عن الآلهة العاجزة كالأصنام والآلهة البشرية وما أشبه ذلك فتدل على نظم كامل تام وتلاؤم بين السماء والأرض وقوانين الطبيعة مع عدم خلل ولا خطأ في أي قانون منها ومن هذه الآيات خلق السماوات والأرض إن في خلق السماوات بهذا النظام البديع والترتيب الرائع والأرض بهذا الأسلوب المنظم المتكامل هذه آية تدل على قدرة الله تبارك وتعالى وثانيا وفي اختلاف الليل والنهار بحيث يأتي أحدهما وراء الآخر ويكون خليفة له هذا لتنظيم الحياة على الأرض بأجمل صورة وهذه الآيات تدل على تدبير الله تبارك وتعالى لأن أمور المخلوقات متوقفة على هذا التعاقب في الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس الفلك يعني السفينة وفي وجود الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس في أسفارهم وتجارتهم فالسفينة تحمل الأموال وتحمل المسافرين وهذه الآية تدل على رحمة الله تبارك وتعالى حيث جعل قوانين الطبيعة بحيث تخدم البشرية وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها يعني وفيما أنزل الله من السماء من جهة العلو من ماء هذا بيان لما أنزل يعني أنزل الماء فأحيى بذلك الماء الأرض بالإنباط والعمران بعد موتها حيث كانت جامدة وراكدة وكانت قفرا هذه الآية تدل على حكمة الله تبارك وتعالى حيث لم ينزل الماء دفعة فيهلك كل شيء ولم يمسك السماء فيموت كل شيء بل نزل بالتدريج الذي سبب إحياء الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة يعني نشر وفرق في الأرض جميع أصناف الدواب الدابة ما يتحرك على وجه الأرض من الحيوانات والإنسان هاي كلمة بثة عطف على أحيى يعني المطر كان سببا لإحياء الأرض وانتشار الحيوانات فيها فأنه لو للمطار لم يكن للحيوان ماء ولا طعام فيهلك كل شيء لأن حياتها بالماء وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض يعني صرف الرياح ونقلها من مكان إلى مكان لتروح وتذهب بالأمراض وتنقل السحاب من هنا إلى هناك فلو كانت الرياح راكدة لم تنفع أي شيء وفي السحاب المسخر بين السماء والأرض فأن في السحاب أطنان من الماء ويبقى معلقا بين السماء والأرض ويسير إلى كل ناحية هذه الآيات تدل على إحاطة علمه بكل مكان فأنه يحرك الرياح ويصرفها من مكان إلى آخر وتصريف الرياح سبب لتصريف السحاب المسخر حيث سخره الله تبارك وتعالى ليمطر حيث شاء الله وهذا السحاب بين السماء والأرض فلا هو منخفض ولا هو مرتفع بل هو في المكان المناسي هذه الآيات كلها تدل على وجود الله تبارك وتعالى وعلى صفاته وفي الحديث عن الإمام الرضى عليه السلام أني لما نظرت إلى إنشاء السحاب وتصريف الرياح ومجرى الشمس والقمر والنجوم وغير ذلك من الآيات العجيبات المبينات علمت أن لهذا مقدرا ومنشئا لآيات لقوم يعقلون لآيات وعلامات دالة على وجود الله تبارك وتعالى ووحدته وسائر صفاته لكن هذه الآيات لقوم يعقلون ويعملون عقولهم في استفادة النتائج من المقدمات والوصول إلى المسبب عن طريق الأسباب وينتقلون من العلم بالمعلول إلى العلم بالعلة هذه الآيات الخمسة آيات الله التي يشاهدها كل عاقل لكن الله يأمر في الاعتبار بها لكي يستعمل الإنسان عقله في دلالتها على خالق مستجمع لصفات الكمال وصلى الله على محمد وآله الطاهرين